اشتركوا في القناة 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 نخوي عليها المطاوبة هنا سنضيف هذا الشيء تقريباً ثلاثة دقائق أو خمسة دقائق تقوم بجعله من بعد البنس سنضيف للمشاكل من البنس و لا تعد بناء نهائياً لكن نأكد عليكم البنات تقدروا لها الخلو الحامض صافيك نخليوها ترتاح صافي البنات هنا بعد ما كنت تفعل بعد ما كنت تفعل الخل مع الحامض هنتم ما كنت تشوفوا البنات غير بديكم غير بالطفال سوف يزول ذك الوسخ ديالها هنتم ما كنت تشوفوا نحن نحيدو ذك الوسخ اللي يكون من الفوق ما خصنا نقشروا بزاف ذك الكرشة حتى ما نخليوه هاتي شي حاجة نحن غرضنا أن نحيدو لها الكحولية اللي يكون من الفوق صافي هنتم ما كنت تشوفوا راح كيكون ساهلة كساهلة تحيدوها غي بيديكم هنا البنات غادي نحيد هاد الإناء ديالي غادي نحطها في الأرض وغادي نجيب شي معلقة كما كتشوفوا معايا غادي نقي بها الكرشة هانتما راح كتكون البنات ساهلة ساهلة بزاف ضغي كتقشر ضغي كتقشر ضغي كتقشرها رائعة وزيد عليك لخلي البنات والحامط كي يحيد لها قاعدك الزفورية اللي كتكون فيها هلا كنحاولو غير نقيوه بالمعلقة بعد الماس كنديرو غيد دينا بعد الماس كنديرو معلقة اشتركوا في القناة هانتما البنات كما كتشوفوا معايا راه ما كتعدبنا متى شي حاجة صعفيك نشلوها هانتما البنات الكرشة دينا لنار كيتحيد لها قاعدك اللي كيكون ملفوق غادي ما زال نحاول نقيها واحد شوية هانتما البنات عندي دكش اللي كيكون مع الكرشة معرفش صراحة اسميتو تاهي وقتها وقتها تقشر 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 هذا نقشر غادي ونضيف المعلقة نضيف ونضيف المعلقة سهل تقشر غادي هذا نفرق غادي هذا كل بزيط اللي نقول صعب نحاول تحاول تحاول تركو بيت بكم صاف اللي نتمنى بعد ما نقيم الكرشة ديالنا النتيجة ديال الكرشة هكا كنتمنى انها تتعجبكم النتيجة و المهم هدي بغيت نشاركها معكم وبصحة و الراحة نتمنى نتجبكم و مع السلامة و مع وصفة جديدة و مع شي حاجة جديدة بإذن الله و عشر ببروكة و كما أقول لكم البناس لا تنسوا نجيب واحد لايك و لا تنسوا القناة مع العائلة و مع السلامة و اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة